اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة. اه الحلقة النوردة هنتكلم فيها عن سمكة المولي طبعا عنوان للحلقة اه نكاتب فيه بقول احترس من سمكة من هذه السمكة داخل الاحوال. اه ليه احنا بقول نحترس من السمكة المولي داخل الاحوال لعدة اسباب هقولها لكم دلوقتي بالتفاصيل. طبعا هي سمكة المولي من الاسماك الجميلة جدا وشائعة جدا عند المربين الاسماك. سهلة في التفريغ. سهلة اللي انت اه تقتنيها. اه سعرها مناسب في الاحوال. اه ما لهاش منطلبات كتير. لكن السمكة دي باعتبارها من اشرس الاسماك اللي موجودة داخل الحوض. وممكن تتحول الاسماك قاتلة لبعض الاسماك الاخرى. اه اللي انت بتلاقيها في تأكل زعانف بتلاقيها في هجوم على الاسماك. هشرح لكم الكلام ده بالتفصيل عشان نعرف السمكة دي اصلا بتعيش ازاي? هي في منها انواع زي ما انت شايفين دي كده سمكة البالون آآ مولي. وفي منها المولي العادي للشرع وفي منها البلاك مولي. فيها انواع كتير جدا جدا موجودة معنا هنتكلم عليها. اول حاجة هنتكلم عن السمكة دي ان السمكة دي آآ البيئة بتاعتها بتعيش اصلا في احواض آآ بتحتاج فيها ملح. بالتالي آآ اي زراعات بتزراحها داخل الاحواض المزروعة اللي بيبقى فيها جوبي سورتير بلاتي وآآ وبتعجبك سمكة مولي وبتحطها وانت قريدي مدخل زرع جوه الحوض. آآ هتلاقي ان الزرع بتاعك بيتقطع بسبب السمكة المولي. طب هي لو مش هتاكل الزرع او مش هتنتش في الاوراق الرفيعة مش الاوراق الطخينة طبعا. آآ السمكة دي بتعيش في مطلوبات بتاعتها في المية على كمية من الملح العالية جدا. وبالتالي لو انت استخدمت ملح في حوض مزروع بنباتات الملح هيقفل المسام بتاعت النبات وبالتالي مش النبات مش هيستفاد بالغاية وتعسين الكربون ومش هيستفاد بالبناء الضوئي للنبات بتاعه فعليا اصبح النبات بتاعك هيموت في خلال شهر حد اقصى حتى لو هو لو تك. ادي اول نقطة باتكلم فيها السمكة مع الزرع لا تصلح. السمكة مع بعض الاسماك زي الجوبي والسورتير والبلاتي مش هتنفع تحط الملح للجوبي والسورتير. السمكة دي لما حطناش نسبة الملح بتاعها ان احنا بنحط لها معلقة لكل اه تمانية نتر مية معلقة كبيرة من الملح لكل تمانية نتر مية السمكة بتصيبها امراض من من اول امراض بتاعتها زهور تأكل زعانف زهور نقط بيضة على الجسم. اه خمول للسمكة زي ما انتم شايفين كده السمك قاعد خامل انا اتطريب بس اصور فيديو في مجموعة كبيرة من الاسماك المولي. والحوض ده مش متضافة للملح. بالتالي عندك خمول للاسماك. عشان كده بقول لكم السمكة دي عدوة جدا جدا لكل الاسماك اللي موجودة لو انت ما حطت لاش الملح بتاعها المناسب. تالت حاجة اه تاني تاني حاجة هتكلم فيها مهمة جدا. هي شرسة جدا مع اسماك الجلد الفيش. جلد الفيش لو انت حط في الحوض وحطيت معها مولي. دي للسمك الجلد هيتاكل من السمكة. مش هي هتاكلها هي بتقعد تنقر فيه لحد ما بيقى يحمر ويلتهب وينتشر في السمكة كلها. اه الانجل نفس الحكاية ما بيعيش مع سمك الانجل. لو انت عايز تقتني سمكة المولي نصيحة ليكم تقتنوها في حوض لوحدي فقط لغير. حوض بدون زرع. حوض بنسبة ملح عالية. اه حوض بدون اسماك جلد او او انجل. لا يصلح تماما هذه السمكة معاهم. اه النقطة المهمة والاخيرة السمكة بتفرغ وتفرغ سهل جدا. لكن هي من 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 اشرس الاسماك في اكل صغرها. يعني لو انت فرغت السمكة من جدا ما تحطها في حضانة. خلال نص ساعة مش اكتر هتلاقي الموجود الافرخ اللي نزلت من السمكة اتاكلوا ما بقوش موجودين. وهي اللي بتاكلهم. يعني حتى هي على صغرها بتاكلهم. بالتالي لو انت ما ما وقت التفريغ ما نقلتش الانسة. فحضانة وحفظت على الصغار هيتاكلوا هيتاكلوا. طبعا الموضوع ده خطر جدا جدا جدا. ودي من المواضيع اللي انا بحب اتكلم فيها في نقطة همة. ان السمكة محتاجة مراعية كبيرة. مش سمكة سهلة. هي سمكة سهلة ان انت هتشتريها. لكن مش سمكة سهلة ان انت هتعايشها مع الاسماك الاخرى. هي بتعيش لوحدها عشان تعرف تتاقلم وتعرف تاخد منها انتاج. لازم يكون عندك حضانات كتير عشان هو انتاجها عالية. هي ممكن تفرغ بالتلاتين سمكة في البطن الواحدة او آآ من خمساشر للتلاتين على حسب التغذية بتاعتك. فهم بالتالي هي عايزة اهتمام كبير جدا جدا في كل المراحل بتاعتها. الولدة لو ما اكتملتش ونزلتها الحوض وهي صغيرة على القد بقى هتاكلها برضو. كل المؤشرات دي كل انا بتكلم بقول ايه? هي السمكة اصلا عدوانية مع الاسماك الاخرى. قد تكون مظهرها كويس. مظهرها جميل. لكن في الاخر عدوانية جدا جدا جدا. هو ده الحلقة بتاعت بتاعت النهاردة اللي انا كنت بحذر بيها بالاقتناء من السمكة لو انت هتقتنيها مع اسماك تانية. او هتقتنيها مع نباتات. او انت هترب المولي لوحده ده احسن حل لهذه السمكة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة